مجلس النواب الأمريكي يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس له لعدم التوافق على مكارثي بسبب الانقسامات داخل الجمهوريين بايدن يبحث مع ماكنل في كينتاكي قضايا تتعلق بسياسة الخارجية ويؤكد أن تزويد أوكرانيا بمركبة برادلي القتالية مطروح على الطاولة وعشنطن تبحث خطوة إضافية لاستهداف انتاج المسايرات الإيرانية بعد رزي أجزاء أمريكية في طائرات المسايرة تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا العشرة ليلا بتوقيت جراناتش الخمسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة لأهم الأخبار في الولايات المتحدة أهلا بكم أخفق النواب الأمريكيون اليوم للأربعاء للمرة السادسة في انتخاب رئيس لمجلس النواب في السابقة لم تحدث منذ مئة عاما بعد فشل جمهوري كيفين ماكارثي في الحصول على مئتين وثمانية عشر صوت مطلوبة ماكارثي ينأبو عن ولاية كاليفورنيا والذي سبق وأن كان زعيما الأقلية الجمهورية بمجلس النواب منذ الفين وتسعة عشر حصل في التصويت الذي جرى بعد ظهر الأربعاء على مئتي صوت وواحد فقط بعد تواصل رفض نحو عشرين نائبة جمهورية يوصفون بالمتشددين التصويت عليه هذا ورغم حث رئيس السابق دونالد ترام لنواب الجمهورين الرافضين لمكارثي والمؤيدين له للتصويت لصالحه وأفاد مراسل الحرة بإرجاء عقادي جلسة التصويت السابع لاختيار رئيس لمجلس النواب الأمريكي حتى الثامن مساء بتوقيت الشرق الولايات المتحدة هذا وقال رئيس الأمريكي جو بايدن أنه يأمل أن يتعاون النواب الجمهوريون معا لإجاد حل بشأن انتخاب رئيس للمجلس وأضاف بايدن أن مشهد الصراع هذا يضر بصورة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالصراع على رئاسة مجلس النواب هذه ليست مشكلتي وأعتقد أنه من المحرج بعض الشيء أن يستغرق الأمر وقتا طويلا والطريقة التي يتعامل بها بعضهم مع بعض بينما يتابع بقية العالم بل ويتطلع إلى ما يمكن أن نعمله سوية وما أركز عليه في رحلتي إلى كنتاكي وأهايو هو إنجاز الأمور انظر كيف برأيك يبدو الأمر لبقية العالم ما لبثت الأمور أن تستقر بعد أن تعاملنا مع مشكلة السادس من يناير والآن لأول مرة منذ مئة عام نجد أنفسنا بهذا الجمود في مجلس النواب بالنسبة للعلاقات الدولية هذا المشهد ليس جيدا إنها الولايات المتحدة الأمريكية وأنا آمل أن يتمكنوا من إيجاد حال طالب نائب الرئيس الأمريكي السابق معيك بانس الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب للتصويت لصالح كيفين ماكرثي لمنصب رئيس مجلس النواب أكد بانس عبر تغريدة له على تويتر أكد أن قيادة ماكرثي لمجلس النواب ستصب في صالح الولايات المتحدة هذا قد حاول كيفين ماكرثي تأجيل التصويت يوم غدا حتى يتوافر له الوقت الكافي للمحادثات مع الأعضاء المعارضين لترشحه لكنه لا يملك الأصوات الكافية لتأجيل التصويت اليوم بعد رفض القيادة الجمهورية تأجيل جلسة التصويت للمزيد يضم إلينا مباشرة من الكونغرس مراسل الحر هناك عبد الرحمن البرديسي أهلا بك عبد الرحمن إذا طلعنا على صورة حتى هذه الساعة آخر المستجدات تتحدث عن إجراء جولة سابعة في الثامنة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية ناذا ذي يمكن أن يجد بحلول هذه الساعة نعم إناس حتى هذه اللحظة لا يوجد الجريد يعني نفس المرشحين ونفس عدد الأصوات هي هي بعد الانتهاء من الجولة السادسة ولكن الآن هناك اجتماعات مع جيم جوردن وهو العضو الذي يرشح كيفين مكارثي عضو الجمهوري بمجلس النواب مع بعض من الأعضاء المعارضين لمكارثي ومن بينهم ماد جيتز هناك اجتماع مع حوالي ستة أعضاء أو سبعة أعضاء مع جيم جوردن للحديث عن رضوخ هؤلاء الأعضاء العشرين إلى التصويت لصالح كيفين مكارثي ليكون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي إذا لم يستسلم أو إذا لم ينسحب أحد من الطرفين سيضطرون إلى إعادة التصويت مرات حتى يرضخ أي منهما إلى الآخر الجدير بالذكر أننا كما ذكرت قبل قليل أنه في عام 1923 كانت هناك تسع محاولات للتصويت إذن نحن في المحاولة السادسة والقانون الأمريكي والقواعد التشريعية في مجلس النواب تلزم أن يكون هناك تصويت بالأغلبية البسيطة بـ 218 صوتا زائد واحد حتى ينصب رئيس مجلس النواب الأمريكي حتى هذه اللحظة لم يقسم الأعضاء الجدد بمجلس النواب ولم يؤدوا اليمين الدستورية ولن يكون هناك أي فعاليات لمجلس النواب حتى الانتهاء من هذا الأمر الذي يقول عنه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من بينهم كريس ميرفي أن هذا الأمر ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وأنه يضر بصورة الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج طيب عبد الرحمن بالحديث عن أنه يلزم الحصول على الأغلبية البسيطة وهي التي تتمثل في الرقم 218 الصوت إذن السيناريو الذي هو موجود الآن هو استمرار التصويت دون انقطاع أم أن هناك جداول زمنية وأطر زمنية لذلك لا يوجد جداول زمنية في عام 1856 استغرق الأمر شهرين مع 133 محاولة للتصويت والإعادة التصويت لا يوجد أي ثغرة قانونية إلا إذا استسلم أحد من الأطراف الجمهورية سواء كان كيفين مكورثي أو العشرين عضو من أعضاء الجمهوريين الآخرين ولذلك المفاوضات مستمرة بين الجانبين المحادثات بين الجانبين مستمرة للرضوخ حتى أنهم استعانوا كيفين مكورثي استعان بطلب من الرئيس السابق دونالد ترامب بالضغط على هؤلاء الأعضاء العشرين وأيضا مايك بينس نائب الرئيس السابق لمحاولة أنهم يرضخوا لكيفين مكورثي ويصوتوا له في الأخير كما نعلم عدد الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب 222 عضو ولذلك لابد من تصويت 218 عضوا لصالح كيفين مكورثي هذه الأغلبية البسيطة للجمهوريين بمجلس النواب هي التي نتج عنها هذه المشكلة بالنسبة لكيفين مكورثي لينصب رئيسا لمجلس النواب الأمريكي ولذلك نحن في نقطة الصفر إلا إذا كان هناك اتفاق إلا إذا نتج عن هذه الاستراحة القصيرة اتفاق بين الطرفين للعدول عن رأيهما أو يرضخ الأعضاء الجمهوريون العشرون إلى كيفين مكورثي أو أن يستقيل كيفين مكورثي من ترشحه لرئاسة مجلس النواب والأمران مستبعدان بالمناسبة نعم شكرا لك عبد الرحمن البرديسي مرسل الحرة كنت معنا مباشرة من داخل الكونغرس الأمريكي وللمزيد أيضا حول هذا الشأن ينضم إلينا من العاصمة واشنطن كل من مارك راما الأستاذ المشارك في الحكومة والسياسات العامة في جامعة جوج واشنطن وجون فورتي الباحث في معهد أمريكان انتريبرايز أهلا بكم على شاشة الحرة أبدأ أولا معك سيد مارك ما هو سيناريو الذي تعتقد أنه مطروح الآن على طاولة؟ هل هذه الصراحة القصيرة يمكن أن تسمح ببعض التوافقات أو التوائمات في صالح ماكورثي أو حتى لصالح جيم جوردن وهو الأبعد؟ السيناريو الذي يمكن أن أتنبأ به بثقة هو أن كل الديمقراطيين سيصوتون لحكيم جيفريز من الصعب أن نرى كيف يمكن للجمهوريين أن يتفقوا هم يركزون على مبادئهم والتمسك بها وعدم التوصل إلى حلول توافقية من أجل أن ينتخب أحدهم يجب أن تكون هناك حلول توافقية أحدهم عليه أن يتراجع وإلا فإن العشرين جمهوري الذين صوتوا ضد مكارتي عليهم أن يغيروا رأيهم ومن الصعب أن نراهم يغيرون رأيهم ربما يكون هناك شخص آخر غير مكارتي سوف يستمرون في التصويت إلى أن يعرفه أعود إلى ضيفي السيد جون فورتي أهلا بك أمرة أخرى على شاشة الحرة هل تتفق مع ذلك؟ هل تعتقد أن عملية الإقناع للعشرين صوت الجمهورية هي صعبة؟ كي تصفي صالح كيفين مكارتي؟ أتفق بشكل عام ستكون المسألة صعبة أحب أن أضيف عاملا آخرا وهو أن المعارضة أيضا تطالب بإصلاحات لطريقة عمل الكونغرس واختيار الأعضاء وهذه المناقشات مستمرة الآن هل هذا يكفي لجعل عدد كافي من العشرين يدعمون كيفين مكارتي؟ أم أن الإصلاح سيجلب رئيسا جديدا لمجلس النواب؟ هناك أخبار إيجابية عن الأقل أنهم يتناقشون ومكارتي يقابل الآن بعض قادة المعارضة وبعض الأفكار تناقش أتفق معك الإطار الزمني لا نعرف ماذا سيحصل له ولكن ربما يكون مكارتي في نهاية المطاف إذا عجزوا عن التوصل للاتفاق ينتقلون إلى شخص آخر إنهم قد يحاولون إجراء بعض التغييرات الإجرائية لجعل العشرين جمهوري سعداء ويوافق على مكارتي أو شخص آخر كجزء من الاتفاق النهائي مرة أخرى سيد روم هناك عوامل عدة طرحت على الطاولة منذ تعثر عملية الخروج برئيس في هذه اللحظات دعوة بينس دعوة ترامب التعثر الذي نرى من قبل الأصوات الجمهورية العشرين هذه الاستراحة القصيرة التوافقات والتوائمات ما هي الحجرة العاثرة؟ ما هي النقطة التي يمكن أن عندها تتحلح الأمور؟ قبل أن أقول أي شيء عن الحل يبدو أن الجمهوريين يواجهون مشكلة وهي أن قادة الحزب لا يستطيع أن يحصلوا على الطاعة والولاء من الأعضاء مثل الديمقراطيين الرئيس السابق ونائب الرئيس السابق عندما يدعون الحزب الجمهوري للالتفاف حول مكارتي فهذا يدل على أن العشرين جمهوري الذين صوتوا ضد مكارتي لا يتنازلون ومن الصعب أن أرى الحل التوافقي الذي يسمح لهم بتغيير رأيهم هم يقولون لن نصوت أبداً لكيفين مكارتي وعندما ننتهي من التصويت مكارتي قد لا يكون رئيس مجلس النواب والعشرين جمهوري الذين صوتوا ضده سيكونون أساسيين في تقرير من هو رئيس مجلس النواب القادم سيد فورت سيمر أخرى أعود إليك حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن ما يحدث في هذه المرحلة بالحديث بالطبع عن انتخاب رئيس لمجلس النواب يضر بصورة الولايات المتحدة الأمريكية يعني فسر لنا بشكل أكبر كيف يؤثر أو تؤثر عملية العرقة لهذه على صورة الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أنها جيدة لصورة الولايات المتحدة حاليا وبالتأكيد للحزب الجمهوري أعتقد أن هذا يعتمد على النتيجة لو انتقلنا إلى رئيس جديد للمجلس فربما يلتأمون حوله وننظر على المسألة بعد شهر أو شهرين ونرى أنها كانت مهمة قد لا يؤثر هذا على حكم البلاد وسيناريو آخر بعض الجمهوريين يفقدون السيطرة ورئيس جديد مستقل ربما أو يتماشى مع الديمقراطيين قد يأتي أو احتمال سيء آخر وهو أن يكون هناك تغير في بعض القواعد وهذا يجعل من الصعب على أي رئيس جديد لمجلس النواب أن يحكم وأن يسيطر على الأمور أرى معارك في الطريق ربما هذه أشياء سيئة للأغلبية الجمهورية ولكن قد نرى في نهاية المطاف التفاف حول رئيس جديد وربما هذا لن يكون جيدا لكيفين مكارثي ربما الرئيس جديد يستطيع أن يحكم مثل أي رئيس لمجلس النواب وبعد شهر قد نقول كان الأسبوع محرجا ولكن الأمور ستستمر سيد رام هل تعتقد أن وجود مرشح آخر عن أو غير كيفين مكارثي وأيضا غير جيم جوردن من قبل الجمهورين هو أمر مطروح أو يناقش في هذه اللحظات هو أمر أسهل للوصول الأغلبية أعتقد أن رئيس جديد أو مرشح جديد يجب أن يناقش إذا لم ينجح مكارثي فيجب أن يكون هناك شخص يحصل على أصوات 15 أو 16 من العشرين وربما النائب غليس هو يحظى بالاحترام في الحزب الجمهوري ولكنه ليس من كبار الشخصيات في الحزب مكارثي ربما يكون بديل كاف ولكن سنرى هل القادة الجمهوريين الذين لا يزال يدعمون مكارثي هل هم سينخرطون مع العشرين ويصوتون ضده سوف نرى سيد فورتي مرة أخرى يعني العسرون نائب الجمهوري أكدوا بشكل واضح أنهم لن يقوموا بالتصويت لصالح كيفين مكارثي كيف تختلف النقاط أو ما هي النقاط التي ربما تجعل الذهاب إلى مرشح آخر موجودة ما هي الطلبات في المرشح الجديد ليتم التوافق عليه بعد فشل ست محاولات حتى هذه اللحظة إحدى المشاكل ليست واضحة ما هي مطالبهم وما الذي يوحد مطالبهم هذا يجعل المسألة صعبة أن نحصل على دعم من هذه المجموعة لا أستبعد نجاح مكارثي هل نتحدث هنا عن عشرين مطلبا مختلفا ربما هناك بالتأكيد بعض الأشياء المحددة البعض لا يقول ما هي مطالبه ولكن أعتقد أن هناك شيء واضح وهو أنهم أو هذه المجموعة والمجموعة الأكبر من تكتل الحرية ربما يسعون إلى إصلاحات إجرائية مما يجعل من السهل على العضو العادي أن يتبنى تعديلات أو أن يكون جزءا من النقاش في لجان معينة هذه تغيرات ولكن هذه المناقشات تجري حاليا لو نجح مكارثي فهذا يعود إلى مثل هذه الأشياء إذا كان هناك رئيس جديد أيضا نتحدث عن بعض التنازلات تنازلات إجرائية ثم هناك سؤال هناك أناس لا يريدون مكارثي بغض النظر عن أي شيء آخر وسنرى هل يمكن أن نجد 15 أو 16 منهم يمكن أن يوافقوا على مجموعة من التنازلات تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب كيف؟ لا نعرف سأذهب بهذه النقطة الأخيرة إلى ضعيفي مارك رومار أخرى وفعلا كما نرى هناك بعض الأصوات التي تحدثت عن رفضها الكامل لمكارثي دون إباء أسباب واضحة لماذا برأيك؟ من الصعب جدا عندما يقدم أي تنازل أي نائب أو سياسي على التزام من الصعب التراجع عنه بوش قال لن تكون هناك ضرائب جديدة ولكن خلال رئاسته وافق على رفع الضرائب أو زيادة الضرائب وقال هذا من أجل البلاد ولكن الناخبين الجمهوريين لم يسامحوه أبدا على هذا هناك بعض الجمهوريين خمسة أو ستة قالوا لن نصوت أبدا لمكارثي ومن الصعب أن أرى أي تنازلات يمكن أن يقدمها مكارثي تسمح لهؤلاء الخمسة العودة إلى مناطقهم دوائرهم الانتخابية ويقولوا غيرنا رأينا سيكون هذا صعبا عليهم سيظهرون كضعفاء وهم لا يريدون ذلك إذن سيكون من الصعب عليهم التراجع عن التزاماتهم هذه مشكلة للجمهوريين أخيرا سيد جون فورتي كان من المنتظر كما يقول العديد من المحللين أن يظهر الجمهوريون بشكل منظم أكثر من ذلك ويتم تفادي عملية تفتيت الأصوات لماذا حدث ذلك برأيك؟ أعتقد أن السبب الأكبر وراء حدوث ذلك يعود إلى أن الجمهوريين توقعوا أغلبية أكبر ربما كان يجب أن يحصلوا عليها ولكن كيفين مكارتي قام بعمل جيد في حشد أعضاء هذا التكتل جيم جوردن من اليمين وأناس من اليسار والرئيس ترامب ومثل هذه الأغلبية خمس أو ستة اعترضوا والأمور بدأت في الإزدياد أو المتاعب بدأت في الإزدياد أنا غير متأكد أننا كنا سنصل إلى هذه النقطة لو كانت لديهم أغلبية أكبر في مجلس النواب نتائج الانتخابات جعلت هذا الموقف أكثر صعوبة له وللحزب شكرا لك ضيفي دون فورتي البحث في معهد أمريكا انتربرايز وكذلك شكر موصول لك سيد مارك روم الأستاذ المشارك في الحكومة وسياسات العامة في جامعة جورج تاون كنتم معي من واشنطن من العاصمة مستمرة فيها بعد قليل نسؤول أمريكي يقول أن روسيا تحقق تقدما جزئيا في منطقة باخماط مقابل سقوط لعدد كبير من مقاتل مجموعة والإدارة الأمريكية تعتزم أعلان حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بتزامن مع بدء عملية التدريب الموسعة للقوات الأوكرانية أهلا بكم من جديد قال رئيس الأمريكي جو بايدن أنه تم بحث ورسال مدرعات برادلي القتالية الأمريكية لأوكرانيا من أجل مساعدة الأوكرانيين على التصدي للغزو الروسي ورد بايدن بالإجاب حول إمكانية طرح خيار بإرسال هذه المدرعات القتالية إلى أوكرانيا في سؤال صحفي خلال زيارته الأربعة لولايات كنتكي قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكي البانتاجون للحرة إن الإدارة الأمريكية ستعلن جمع عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا ونقل مرسل الحر عن المسؤول الأمريكي نقل أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون سيترائس الاجتماع لمجموعة الاتصال الدولي الخاصة بأوكرانيا في العشرين من يناير الجاري في قاعدة رمشتين الجوية في ألمانيا وسيتزامن الاجتماع مع بدء عمليات التدريب الموسعة للقوات الأوكرانية والتي أعلن عنها البانتاجون في الشهر الماضي وتشمل مناورات وعمليات مشتركة قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تبحث في سبل لاستهداف إنتاج الطائرات دون طيار الإيرانية بعد رصد أجزاء أمريكية من المسيرات الإيرانية التي تستخدمها القاتل روسية في أوكرانيا وضف البيت الأبيض أن واشنطن تقوم بتقييم المزيد من القطوات التي يمكن اتخاذها فيما تعلق بضوابط التصدير لتقييد وصول إيران إلى تقنية المستخدمة في الطائرات دون طيار أكانت شبكة وصي أن الأمريكية قد نشرت ما جاء في تقرير استخباراتي أوكراني اكتشف جزاء أمريكية في مسيرات إيرانية أسقطت في أوكرانيا قال وزير الخارج الأوكراني ديمتر كاليبا إن الولايات المتحدة ستزود بلاده بمنظومة دفاع الجوي من طراز باتريات وأكد أن التحضيرات لنقل المنظومة إلى أوكرانيا بدأت بالفعل أنهينا العام الماضي بقرار ثوري لتزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع الجوي الأمريكية باتريوت رئيس أوكرانيا والولايات المتحدة فولادمار زينسكي وجو بايدن اتفق على ذلك نثمن بشدة هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة ونتطلع لنشر المنظومة بأسرع وقت ممكن وقد بدأت التحضيرات لنقل هذه المنظومة رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن يستمر القتال العنيف بشأن مدينة باخموت الأوكرانيا لفترة طويلة ونقلت وكالة رايترز عن المسؤول القول إن روسيا تحقق تقدما جزئيا في المدينة الخاضعة تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية بسبب اعتمادها على مقاتل فاغنر وأشار المسؤول الأمريكي إلى سقوط عدد كبير من القتل في صفوف عناصر المجموعة خلال الفترة الماضية حيث أبدى مقاتل المجموعة استعدادا لتضحيط بأرواحهم في معركة باخموت أكثر من القوات النظامية الروسية أكد المسؤول الأمريكي أنه ليس هناك معلومات تؤكد مزعم روسيا بإسقاط صاروخ من نوع هايمرز من ناحية أخرى أشار المسؤول إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع الجانب الروسي للإفراج عن المواطن الأمريكي بولولن أعلنت وزارة الدفاع الروسي ارتفاع حصيلة القصف الأوكراني قرب دونياتسك إلى 89 قتيلا من العسكرين الروس وأرجعت ماسكو السبب في الضرب الصاروخية الأوكرانية إلى استخدام الجنود الروس للهواتف المحمولة خلافا للقيود التي فرضتها نظر التصعيد لا تزال تلوح في أفق الحرب الدائرة في أوكرانيا فبعد تضرب الأنباء عن عدد قتل الجنود الروس خلال ضربة صاروخية وجهتها القوات الأوكرانية واستهدفت كلية مهنية في مدينة مكيفكا في دونياتسك أقرت موسكو بمقتل 89 عسكريا بعد أن عزت عجز قواته عن التصدي للضربة لاستخدام الجنود الروس الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية ما سمح بتعقب إحداثيات موقعهم وفيما أثار الهجوم حفيظة الكثير من مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا شكك سيمون بيجوف وهو مراسل حربي روسي بارز منحه بوتين وسام الشجاعة أواخر العام الماضي شكك في الأسباب التي سردتها وزارة الدفاع الروسية دافعا باحتمال أن تكون أوكرانيا قد تمكنت من تحديد مواقع القوات الروسية عبر طائراتها المسيرة ومخابراتها وليس بالضرورة من خلال الهواتف المحمولة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت إن روسيا شنت في الساعات الأخيرة سبع ضربات صاروخية وثمانية عشر غارة جوية وأكثر من خمسة وثمانين هجوما باستخدام أنظمة صاروخية مستهدفة البنية التحتية المدنية في ثلاث مدن أوكرانية هي كراماتورسك وزا بوريجيا وخيرسون على خط التصعيد داشنال رئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق سفينة حربية مسلحة بصواريخ كروز جديدة وفوق صوتية من شأنها تعزيز القدرات العسكرية للجيش الروسي أنا متأكد من أن مثل هذه الأسلحة القوية ستمكننا من حماية روسيا بشكل مؤكد من التهديدات الخارجية المحتملة وستساعد في ضمان المصالح الوطنية لبلدنا وإزاء موجة التصعيد الأخيرة كرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن موسكو تخطط لتعبئة واسعة النطاق ما يره مراقبون مؤشرا على تراجع حظوظ إجراء محادثات سلام جادة قد تصهم في نزع فتيل الحرب الدائرة منذ أكثر من عشرة أشهر آل المزيد ينضم إلينا مباشرة من ولاية مونتن الأمريكية معك ماري مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق أهلا بك على شاشة الحرة لعل يتوقف أولا مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحديث عن أن تزويد أوكرانيا بدبابات برادلي القتالية هي أمر مطروح في هذه المرحلة ما هي دبابات برادلي وما الذي يمكن أن تحدثه من فارق في المعركة البرادلي في الواقع هي عبارة عن عربات مشاة مقاتلة الجنود يمكنهم أو هي تستطيع حمل ست جنود وهي عربة استثنائية من نوعها وربما هي ما يحتاجه الأوكرانيون لدينا الكثير منها وهذه نقطة هامة جدا في الواقع ربما لدينا فائض من هذه العربات المدرعة وهي أخف من الدبابة وأسرع منها ويمكن تزويدها بسهولة وهي سلاح دفاعي ولكن يمكن أن تكون فعالة في الهجوم ضد العربات المدرعة الروسية والدبابات جيد للأوكرانيين أن يمتلكوها خاصة إذا استمروا في الهجوم المضاد هذا بالحديث عن معركة باخموت تحديدا أنت تتحدث هنا عن أدى قتالية تحمل مشاة بالحديث عن الطبيعة الجغرافية لمدينة باخموت هل هذا ما تحتاجه المعركة الآن؟ انتشار أرضي بشكل أوسع؟ أنا لا أتحدث على وجه التحديد عن تلك المعركة ربما يمكن استخدامها هناك ولكن أتحدث عن النزاع بشكل عام إحدى القضايا عندما يتعلق الأمر بالحرب والمناورات هي القدرة على أن تناور بشكل أفضل من عدوك وهذه العربة سريعة وتستطيع المناورة وخفيفة على الرغم أن دروعها جيدة ثم هي نظام سلاح يمكن أن يحدث فرقا في ساحة القتال ويمكن أن تستخدم في أي من المعارك التي سنراها وأنت تتحدث عن المعركة بشكل عام أتوقف عند تصريحات ديمترو كاليبا وزير الخارجية الأوكراني والذي قال أن الولايات المتحدة ستقوم بتزويد بلاده بمنظومة دفاع جوي من طراز باعتريت وأن هذه التحضيرات قد بدأت بالفعل حزمة جديدة أيضا من المساعدات من المنتظر أن يعنى عنها من قبل البنتاجون يوم أجمع المقبلة كل هذه المتغيرات هل تؤثر على مصار ربما التطور العسكري في الصالح الأوكراني نعم أعتقد ذلك لقد رأينا الروس قرروا أنهم لن يستطيعوا الفوز على الأرض وبالتالي بدأوا الهجمات الجوية الصواريخ المجنحة والمسيرات للهجوم على البنى التحتية المدنية للدفاع علينا أن نعطي المزيد من أنظمة الدفاع الجوية وهذه أنظمة أو من أكثر الأنظمة فعالية في العالم أي نظام الباتريوت كان يجب تزويده من قبل ولكن ربما ننطلق من هناك والأوكرانيون يتعلمون كيف يستخدم هذه الأنظمة المعقدة أو المتطورة نوعا ما هذه النقطة هي التي كنت أود أن أسأل عنها لماذا لم تزود أوكرانيا حتى هذه اللحظة بصواريخ الباتريوت أو منظومة الباتريوت أعتقادي هو أن البيت الأبيض هو الذي قرر أنها ربما تكون أكثر استفزازا وهذا النظام نظام دفاعي الروسيا تطلق مسيارات وصواريخ مجنحة على المناطق المدنية وبالتالي أوكرانيا تحتاج إلى الباتريوت والروس ليس لديهم مانع من انتهاك أي قانون دولي عندما يتعلق الأمر بالحرب لا نستطيع أن نصحح الماضي كان يجب أن نعطيها منذ فترة طويلة فهي أسلحة دفاعية ولكنها الآن في طريقها إلى هناك هذه الأسلحة الدفاعية الباتريوت بالإضافة إلى البرادلي حزمة المساعدات الجديدة مجموعة الاتصال التي ستتوجد في قاعدة ترامشتراين في العشرين من يناير الجاري كيف تؤثر مما على المفاوضات التي تجرى على صعيد الدبلوماسي لإطلاق أو للإفراج عن المواطن الأمريكي بول ويلان من قبل الجانب الروسي على وجه التحديد بول ويلان من المؤسف له وبصراحة هو خطأ أخلاقيا أنه لم يفرج عنه حتى الآن في رأيي أنا كنت ضابط سي آي إيه وهناك أو لا توجد فرصة أنه كان يعمل أي شيء في روسيا عدا حضور حفل زفاف هذا غير منطقي ولن يحدث ويلان كان يجب أن يطلق صراحة هو أن يعود إلى أمريكا قبل فترة طويلة ويجب أن نعمل كل ما نستطيع للإفراج عنه لا أعرف كيف سيؤثر النزاع على هذا وأتخيل أن الروس سيطلبون شخصا مهما هناك ضابط استخبارات سابق في ألمانيا اتهمة أو أدينة بارتكاب جريمة قتل اغتيال أحد الشيشان هل البيت الأبيض مستعد للتفكير في هذا أو حتى الألمان أن يدعو هذا الشخص يعود إلى روسيا هذا الشيء على أمريكا تستمر في متابعته من أجل الإفراج عن بول ويلان أخيرا هناك تصريحات أخيرة من البيت الأبيض قال فيها إن الولايات المتحدة تبحث في سبل لاستهداف إنتاج طائرات المسيارة دون طيار الصادرة من الأجزاء الإيرانية أو من إيران بعد رجع أجزاء أمريكية في المسيارات التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا سريعا ما هي سبل هذا الضبط أو ما هي الوسيلة لذلك سؤال جيد مسيارات شهيد تسبب مشاكل كثيرة تكلفتها 20 ألف دولار أمريكي ولإسقاطها مئات الآلاف من الدولارات هذه مشكلة بالنسبة للموارد مهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تفعل كل ما تستطيعه لتخفيض عدد هذه المسيارات جزء من هذا يتمثل في كيف نمنع وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى مسيارات شهيد أنا غير متأكد ما هي المشكلة ولكن علينا أن نفعل كل ما نستطيع للتأكد من عدم حدوث ذلك هذا لمصلحتنا ومصلحة أوكراني هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في أي مكان ضد الولايات المتحدة أو شركائنا أو حلفائنا شكرا لك ضيفي كنت معي مباشرة سيد مايك ماروي مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق كنت معنا من ولاية مونتانا بعدما زار في بداية العام المنقضي أماكن عديدة في أوكرانيا مزقتها الحرب الروسية المدمرة كرس جندي أمريكي سابق في صفوف القوات الجوية الأمريكية وقته لجمع المساعدات ولإرسالها للأوكرانيين في هذا الشتاء البارد وقرب كومات الثلوج هذه فضل مارك لاندكويست الجندي في صفوف القوات الجوية الأمريكية فضل النوم في الهواء الطلق في مدينة فارغو بولاية ساود داكوتا من أجل توعية الأمريكيين بما تحتاجه أوكرانيا من مساعدات لمواجهة ظروف قاسية فردتها الحرب الروسية منذ فبراير من العام الماضي مارك زار أوكرانيا في وقت سابق من العام الماضي ومنذ ذلك الحين وهو يكرس وقته لجمع المساعدات وتقديمها للأوكرانيين هذا ما جلبه رجل واحد هذا الصباح رجل واحد من بارك رابتز بمينسوتا رجل واحد يمكنه القيام بذلك تصوروا لو نشارك كلنا إذن أنا أوجه تحدي للمواطنين ليدخلوا أيديهم في جيوبهم ويدعموا قضية الحرية مثل ما فعل أجدادنا قبل ثمانين عاما خلال الحرب العالمية الثانية وعلى الرغم من أن مارك يعيش الآن على بعد آلاف الأميال من أوكرانيا غير أنه يسعى من خلال عملية النوم في الهواء الطلق التي أطلقها منذ فترة إلى حد الأمريكيين على تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا مارك يقضي ليال في خيمة ويسافر إلى البلدات والقرى المجاورة لجمع الملابس للأوكرانيين وشرح أهمية دعم تحركه من أجل أوكرانيا بمجرد أن نجمع ما يكفي من المال ومن الإمدادات سنعود ونسلمها للبلد لقد كنا في دونباس وعشت في خركيف وفي دينيبرو لقد زرت كل الأماكن عد خرصون وأوديسا وكان مارك لاندكويست قد ترشح للكونغرس الأمريكي دون أن يكلل ذلك بنجاح غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا غير كل شيء في حياته حيث سافر إلى لفيذ بأوكرانيا لأول مرة بعد أسابيع فقط من الغزو حاملا معه ملابس وأدوية للأوكرانيين ثم سافر إلى هناك عدة مرات وعمل مع متطوعين في أوكرانيا وخارجها وهو يخطط للذهاب مرة أخرى هذا الشهر استهدف صاروخان صباح الأربعاء قوات التحالف الدولي في شرقي سوريا دون أن يقع خسائر بحسب ما أعلنته القيادة المركزية للجيش الأمريكي السنتكوم وأقلت سنتكوم في بيانا على تويتر إن الهجوم لم يصفر عن إصابات أو أدرار في القاعدة أو في ممتلكة التحالف هذا ولم توجه القوات الأمريكية تهاما إلى أي جهة من جهته تهم المرصد السوري في وراء الهجوم يثير تقارب التركي السوري برعاية روسية غضب الولايات المتحدة التي دعت لعدم التطبيع مع نظم الأسد معتبرة أنه ديكتاتوري ووحشي بالمقابل تقول أنقرة أنها لن تقوم بأي خطوات لتطبيع مع دمشق قد تتجاوز المعارضة سوريا تطبيع محتمل للعلاقات بين تركيا وسوريا برعاية روسية يثير حفظة الولايات المتحدة التي جددت دعوتها إلى دول العالم لعدم إعادة الاعتبار لنظام الرئيس بشار الأسد معتبرة أنه نظام ديكتاتوري وحشي اعتراض واشنطن على التقارب بين أنقرة ودمشق كان واضحا في تصريحات المتحدث باسم الخارجية لأمريكية نيد برايس إذ ذكر بسجل حقوق الإنسان المروع لنظام الأسد على مدى سنوات الأزمة السورية وباستمراره في ارتكاب فضائع ضد السوريين ومنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته غدب أمريكي تصاعد بعد لقاء رسمي في موسكو هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة السورية بين وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا في وقت يتم فيه الاستعداد لعقد اجتماع بين وزيري الخارجية التركي مولود شووش أوغلو ونظيره السوري فيصل المقداد في النصف الثاني من الشهر الجاري على مصار تطبيع العلاقات بين تركيا فتورها تطمئن أنقر المعارضات السورية بأنها لن تخذلها على الإطلاق وأن أي تطبيع مع دمشق لن يتجاوزها وفي صورة أخرى لكسر الجليد بين تركيا وسوريا أعرب وزير الدفاع التركي خالوس أكار عن أمله في أن تتواصل المباحثات الثلاثية بين أنقر وموسكو ودمشق بشكل معقول ومنطقي وناجح وأداف أنه من الممكن لتركيا تسيير دوريات مشتركة مع الروس في الشمال السوري تصريحات أكار شملت أيضا دعم أنقر للقرار الأممي رقم 2254 والمطالبة بتنفيذه لضمان عودة طوعية وآمنة للاجئين السوريين وسط هذه التحركات يرى محللون أن توافق السوري التركي برعاية روسية سيساعد على تطويق قوات سوريا الديمقراطية وهي رغبة مشتركة للأطراف الثلاثة اتسعى روسيا لوضع حد للوجود العسكري الأمريكي وبالتالي ستفرد سوريا سيطرتها على مناطقها الشمالية وتبدد تركيا مخاوفها الأمنية من العاصمة مستمرة وفيها بعد قليل بايدن يعرب عن قلقه من تعامل الصين مع جائحة كورونا بعد تشكيك أمريكي ودولي بشأن إصابتها شركة تويتر تعلن زيادة المساحة المخصصة لدعاية السياسية والتخفيف من القيود المفروضة على إعلانة القضايا العامة أهلا بكم من جديد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه إزاء الطريقة التي تتعامل بها الصين مع جائحة كورونا أكان مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية قد صرح الأربعاء بأن البيانات التي تقدمها الصين بشأن الإصابات بوباء كورونا لا تعطي صورة دقيقة عن الوضع هناك ولا تعكس كذلك أعداد الحالات بالمستشفيات والوفيات بسبب المرض تعهد رئيس الوزراء الياباني ثاميا كاشيدا بتعميق تحالف بلاده مع الولايات المتحدة بمجب سياسة الدفاع الياباني الجديدة لمواجهة التوتر الإقليمي المتزايد وقال كاشيدا خلال كلمته في مؤتمر صحفي قال أنه سيزور واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن للتأكيد على قوة التحالف الياباني الأمريكي ولإبراز تعاون الوثيق بين البلدين في إطار استراتيجية الأمن والدفاع الياباني الجديدة يمهد البيت الأبيض في إضافة زيارة للحدود الأمريكية المكسيكية إلى زيارة رئيس جو بايدن إلى مكسيكو سيتي المنتظرة في الأسبوع المقبل أمن المتوقع أن يلتقي بايدن مع نظره المكسيكي أندريس مانويل لابايز ومع رئيس الوزراء الكندي جاستين شاردو في مكسيكو سيتي لحضور قمة قادة أمريكا الشمالية الثاني وثلاثة القادمين وخلال العامين الماضيين واجهت الإدارة انتقادات من الحزبين بسبب تعاملها مع الحدود حيث شهدت أجزاء من الحدود الجنوبية تضفقا لطالب اللجوء الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني في الشهر الماضي استأنفت القنصلية الأمريكية في العاصمة الكوبيا هفانا جميع خدمات تأشيرات الهجرة للكوبيين أقالت القنصلية في بيان إن الولايات المتحدة تعمل على ضمان هجرة أمنة وشرعية ومنظمة للكوبيين من خلال توصيع خدمتها القنصلية ومن خلال استئناف إجراءات لمشا للأسر أكانت السفارة الأمريكية قد أعلنت في مارس الماضي إعادة فتح قنصلياتها المغلقة منذ العام 2017 بسبب حوادث صحية طال ديبلوماسيين وقد أعقب ذلك عدة اجتماعات لتفعيل التفقية الهجرة بين البلدين التي علقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب أطلق وزير الخارج الأمريكي أنتوني بلينكين لاستراتيجية الأمريكية للأمن الاقتصادي العالمي للمرأة تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تبسيط وتعبئة السياسات الخارجي الأمريكي والبرمجة الدولية والمساعدة الإنمائية والسياسة التجارية لضمان مشاركة المرأة الكاملة في الاقتصادي العالمي استراتيجية عالمية جديدة تطلقها الخارجية الأمريكية تركز على الأمن الاقتصادي للمرأة وتجاوز الحواجز التي تقف في طريقها سد الفجوة بين الجنسين سيوضيف ما يصل إلى 28 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول العام 2025 الحواجز التي سيتم تذليلها هي المجتمعية والقانونية والتنظيمية والتي تقف في طريق تحقيق تكافؤ الفرص لأنه وفق مديرة برنامج يو اس ايد سامانتا باور لا يمكن حل أكبر التحديات في هذا العصر دون تمكين المرأة نخطط الاستثمار مليارين وستمائة مليون دولار في برامج المساعدة الخارجية التي تعزز المساواة بين الجنسين هذا المبلغ هو ضعف استثماراتنا السابقة المؤتمر لإطلاق الاستراتيجية عقد في مقر الخارجية الأمريكية وقدم أرقاما حول وضع المرأة حول العالم ف22% من النساء يشغلن وظائف في حين أن 14% فقط يشغلن مناصب عليا وتقضي النساء أكثر من ضعف مقدار الوقت في العمل ثم يؤدين أعمال الرعاية غير المدفوعة والتي تبلغ قيمتها 11 تريليون دولار أمريكي سنويا و 2.8 مليار امرأة ما زلنا يواجهنا عقبات قانونية أمام مشاركتهن الاقتصادية الكاملة هذه الاستراتيجية هي نتاج تعاون وثيق ما بين 12 وكالة ووزارة أمريكية وتم التوصل إليها بالتشاور مع 200 عنصر من أكثر من 30 دولة وهي تؤكد بأن مشاركة المرأة تعزز الرخاء الاقتصادي والاستقرار الرول الخطيب الحرة واشنطن تستعد شركات أمريكية لاستقبال تراجع عن اقتصادين محتمل من خلال تقليص قاعدة الموظفين وقفزت تخفيضات الوظائف التي أعلن عنها إرباب الأعمال بنسبة 13% في شهر أكتوبر الماضي وهو أعلى مستوى منذ العام 2021 تحديدا في فبراير ومن بين الشركات التي قلصت من موظفها في الآوانات الأخيرة شركة أمازون للتجارة الإلكترونية والتي تشير تقارير إلى أنها تتجه لتخلص من 10 ألاف موظف أخر كما تخلصت شركات ميتا ودورداش وامسي من ألاف الموظفين أنهت أسواق المال الأمريكية تداولت يوم الأربعاء على ارتفاع طفيف مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية أغلق على ارتفاع بلغ 14 النقطة المأوية فيما أغلق مؤشر S&P لأسهم الشركات الكبرى على ارتفاع بلغ 18 نقطة أما مؤشر نازدك لأسهم التكنولوجيا فقد سجل ارتفاع بلغ 17 النقطة المأوية أعلنت شركات تويتر لزيادة المساحة المقصصة للدعاية السياسية والتخفيف من القيود المفروضة على إعلانات القضايا العامة وتعني هذه الخطوة السماح للمرشحين السياسيين ومجموعة المناصرة بإنفاق الأموال للترويج لأنفسهم والقضاياهم على المنصة في الولايات المتحدة ويعد هذا التغيير هو الأحدث في سياسة الشركة التي استحوذ عليها الملياردور الأمريكي ألان ماسك وكانت المنصة تحضر الدعاية السياسية بموجب قرار تخذى في العام 2019 لأن القرار الأخير قال أن السياسة الإعلانية لتويتر سيجرى موائمتها مع سياسة تلفزيون ومع وسائل الإعلام الأخرى اجتاحت عواصف قوية مصحوبة بتساقط للثلوج أجداء واسعة من ولاية ألبامة تسبب بإلحاق أضرار مادية وبانقطاع التيار الكهربائي عن ألف المشتركين كما تتعرض ولاية كاليفورنيا ومنسوتا لموجة من العواصف الثلجية والأمتار والتي تسببت في إلحاق أضرار مادية ببعض مقاطعة الولايتين وبانقطاع الطيار الكهربائي وبتعثر بعض الخدمات فضلا عن أرقلة حركة المرور عواصف شتوية قاسية تضرب ولاية كاليفورنيا ترجح دوائر الأرصاد أن تتحول إلى أعاصير محتملة مصحوبة بتساقط غزير للأمطار والثلوج وتشكو ولاية كاليفورنيا من موسم قياسي للجفاف ولعل هذه العواصف الثلجية والمطارية تساعد في حل جزء من مشكلة الجفاف فقد غطت الثلوج المناطق الجبلية الأمر الذي بعث ارتياحا لدى السلطات في سهولة توفر المياه مع ذوبان هذه الثلوج في الرابع المقبل سلطات الولاية شرعت ببناء نظام معقد من القنوات والسدود لتجميع تلك المياه وتخزينها في خزانات ضخمة بحيث يمكن استخدامها بقية العام عندما تحبس الأمطار والثلوج كما تعرضت ولاية من السلطة المتاخمة للحدود الكندية لعاصفة ثلجية عرقلت حركة المرور وتسببت في أدرار مادية بسبب العاصفة الثلجية فيما شهدت أشجار مقطعة على الطرقات وحوادث مرورية في الطرق السريعة وفي ولاية إلونوي أعلنت هيئة الأرصاد الوطنية أن الطقس الحاد الذي اجتاح الولاية أدى إلى ما لا يقل عن هبوب ستة أعاصير وهو أكبر عدد من الأعاصير النادر المسجل في يناير في هذه الولاية منذ ثلاثة عقود ويعتزم موظف مكتب الوكالة في شيكاغو مسح الأضرار الناجمة عن العاصفة في منطقة جيبسون سيتي حيث لحقت أضرار بعدد من المنازل السكنية في الولايات المتحدة صدر حكم قضائي في حق ريك سانجر الذي يعتبر العقل المدبر لخطة الرشوة وهي الخاصة بالقبول في جامعات على مستوى البلاد بالسجن لثلاث سنوات ونصف واعترف سانجر بالذنبيب منذ ما يقرب من أربع سنوات لدفع رواتف مدير امتحان القبول والمدربين لإدخال التراب غير المستحقين في كثير من الأحيان إلى مدرس النخبة مع درجات اختبار متضخمة وأوراق اعتماد رياضية مزيفة وعصفت هذه القضية بسمعة مشاهير ورجال أعمال بارزين بالإضافة إلى أولئة يومور يعيش في ولاية فلوريدا أكثر من مليون وربع مليون تمساح وأرجع ذلك إلى طبيعة الولاية المليئة بالمستنقعات والبحيرات وتعتبر الحدائق المخصصة للتمسيح وجهة العديد من السياح من داخل أمريكا ومن خارجها إذا كنت من عشاق الطبيعة والحيوانات المفترسة فستجد في ولاية فلوريدا أكثر من عشرين حديقة مخصصة للتمسيح هذه الولاية ترى هذا النوع من الزواحف جزءا من النظام البيئي وعليه فعلى الإنسان الحفاظ عليها الحديقة لدينا عبارة عن مأوى للتمسيح يمكننا إنقاذها من القتل ونستخدمها للتعليم الناس وتثقيفهم أعتقد أن أحد أكبر عوامل الجذب للأشخاص في الحديقة هو أنها طبيعية تماما إنها فلوريدا الحقيقية العديد من الزوار يتفاعلون إيجابيا مع هذه البيئة الطبيعية عادة ما تنشر أخبار عن وقوع ضحية بسبب هجوم تمساح في فلوريدا وهو ما يثير الضعر لدى الناس إلا أن المختصين يؤكدون أنه من المهم معرفة التعامل مع هذا النوع من الحيوانات الشيء الوحيد الذي قد يصبح مشكلة هو نقص التعليم الناس الذين يأتون إلى فلوريدا لا يفهمون كيفية التعامل مع التماسيح الخطأ الكبير هو محاولة إطعام التماسيح أو الدببة وهذا يخلق وضعان شديد الخطورة التماسيح مثل الدببة إذا بدأت في إطعامهم سيبدأون في الظهور بحثنا عن الطعام وهذا يخلق موقفاً خطيراً وتعتبر هذه الحدائق وجهة العديد من السياح من داخل أمريكا وخارجها أنا سعيدة برؤية هذا العدد الهائل من التماسيح إنه أمر مريح للغاية إنها المرة الأولى لي هنا وأشعر كأنني في بيتي ويوجد في ولاية فلوريدا أكثر من مليون وربع مليون تمساح ويرجع ذلك لطبيعة الولاية المليئة بالمستنقعات والبحيرات تصنف التماسيح من الزواحف الخطيرة وبإمكانها أن تعيش بضعة أشهر بدون أكل إلا أن شهيتها لا تفرق بين حيوان وإنسان ريدا بوشافراء الحرة فلوريدا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا من العاصمة وإليكم الآن تذكيرا بأبرز العنوين مجلس النواب الأمريكي يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس له لعدم التوافق على مكارثي بسبب الانقسام داخل جمهوريين بايد يبحث مع ما كانال في كنتراكي قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية ويؤكد أن تزويد أوكرانيا بمركبة برادلي القتالية مطروحون على الطاولة واشنطن تبحث خطوات إضافية لاستهداف إنتاج المسيرات الإيرانية بعد رصد أجزاء أمريكية في طائرات مسيرة تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا نهاية من العاصمة لهذه الليلة على رأس الساعة تنتقون معه زميلي الحسن الحدادي وموجز لأهم وآخر الأنباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر